السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا رب تكونوا بخير يلا بينا النهاردة بعمل وصفتين للفراخ والاتنين أحسن من بعض أنا على نفسي ما بغيرهمش في عزومة أو غير عزومة لازم بعملهم وأي حد بيأكلها من إيدي لازم يطلبها مني تاني يعني هتجربوا وصفات أحسن المطاعم كمان 100 مرة يلا بينا نبدأ بس تنسوش أن انت لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك وكمان تشاركوا بخناتي عشان تشوفوا إن شاء الله كل يوم وصفة جديدة واكتبوا لي تعليق صغير كده برأيكم في الفيديو أول حاجة كده كان عندي فرخاية رزلتها طبعا كويس ونقعها كويس في خل وملح لمدة نص ساعة وبعد كده بقى نزلت بحبة زيت وشوحتها تشويحة كده كويسة جدا عشان دلها يدينا الطعم نزلت معاها لورة وعود إلفا ولومي كمان وبعد ما تشوحت تشويحة كويسة كده زي ما انتوا شايفين نزلت عليها بسلطين كده كبار ونزلت كمان معلقة من الطوم أنا مش بحط البهارات في الأول خالص علشان ما تتحرقش معنا يتعودوا إن انتم ما تحطهاش مع الفراخ في الأول بعد كده نزلت البهارات والبهارات هي عبارة عن معلقة كبيرة من الكركم ومعلقة من الكاريو كسبرة وشطة وكمان في الفل أصمر وحقلب كل الكلام ده كويس في المرحلة دي بقى هتشموا ريحة مش طبيعية حاجة يا جماعة جمدة جدا حنقلب بقى كويس جدا والتشويحة دي بقى هي الطعم كله يعني لازم تشوحوها كويس جدا دلوقتي بقى أنا حطيت الملح طبعا على حسب زوقكم وبعدين حط بقى الميا عايزين تحطوها سخنة عايزين تحطوها سقعة مش بتفرق خالص الفراخ متشوحة كويس جدا فما بتفرقش بنحط الميا سخنة لو الفراخ نية عشان ما تطلعش الزفارة إنما المتشوحة تمام جدا عادي يعني وحطيت في الآخر كده مع لقتين من الصلصة عايزين تستغنوا عنهم براحتكم خاص بس بتعلي كده التست وتخلي طعمها حلوة جدا وبتضيف إضافة حلوة هنا بقى سيبتها تستوي وبعد ما استاوت التكاية بتاعتي إن أنا بطلع كده الفراخ وبديها كده لون حلو في الفرن وبضبط كده الشربة أو البهريس دي على قد الرز بالزبط يعني إنتوا لو حسنوا إن هي زيادة فأناقصوا منها شوية أنا استخدمت كيلو رز طبعا مصري مخصول تقدروا إن أنتوا تستخدموا رز بسمتي لكل كوباية رز بسمتي أنا باستخدم لها كوباية ونص من الميا بدون طبعا ما بنقع الرز خالص وبسيبوا يستوي تماما في طريقة تانية إن انتوا ما بتشلوش الفراخ خالص من الميا وبتسبوها كده بتكون فضلها مثلا 3 تربع سوى وبتحط الرز يكمل معاها بس أنا مش بحيد بالطريقة دي بحس إن كده بتكون أطعم بكتير ولكن كله على حسب زقكو فجربوها بالطريقة دي طبعا كل حد وليه طريقة ودي طريقتي في كبسة الفراخ بتكون طحفة مميزة جدا مش مجرد فراخ كده زي المسلوقة دي الطريقة دي طحفة جدا بتاخد كده شمخة الفرن وبتديها طعم طحفة إن احنا ناخدها كده ونحطها في الفرن لحاجة تانية خالص بتنسوش كمان تهلت الزيت كده عشان تديها اللمعة الحلوة شايفين بقى لونها حلوة إزاي طعمها طحفة يا جماعة جربوها بطريقتي وأنا متأكد أنها هتعجبكم جدا سواء بالرز المصري أو بالرز البسمتي في الحالتين هتكون طحفة وعايز أقول لكم كمان لو عملتوا الرز البسمتي اوعوا إن انتوا تنقعوه بيكون مهري كده وملوش قوام بيكون وحش جدا حاولوا إن انتوا متنقعوهش المرة الجاة لو انتوا كنتبتون قعوه قبل كده وشوفوا بقى ودوقوا الجمال وبكده وصفة الفراخ الأولى خلصت ويلا بينا بقى ريدخل على طول على وصفة الفراخ التانية وعايز أقول لكم إن الاتنين أحسن من بعض وأنا عن نفس الطريقتين دول بحبهم جدا أول حاجة كده جبت كمية من البصل زي ما انتوا شايفين ست بصلات كده حجمهم متوسط وجبت الكابة بتاعتي وهقطع البصل وحفرومه بفرمة كويسة جدا طبعا هقول لكم دلوقتي إن احنا هنستخدم البصل ده للفراخ والرز كمان هنشوف دلوقتي مع بعض إزاي وكمان عندي ثلاثة تماطم وعندي أرنين كده من فرفل الحامي بارد براحتكم خالص أنا مستخدمة واحد بارد وواحد حامي وأحط كمان شطة طبعا نخلي الأكل سبيسي طبعا على حسب الرغبة هنا فرمت البصل زي ما انتوا شايفين أنا محتاجة لتدبيلة الفراخ مية البصل بس مش بحب خالص التفل ده إن أنا أضيفه للتدبيلة جربوا كده وقلولي هتلاقوا فعلا فرقت كتير قوي المية البصل عن إنكم تحطوا البصل بالتفل بكل حاجة كده حطيتوا بقى في مصفة وهرش رشة ملح بسيطة كده علشان تسهل علي إن المية كلها في البصل تنزل رشية رشة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين وحسيبوا بقى مع نفسه شوية يعني لمدة ثلاث بقايق على باب كده منحضر بقى التدبيلة حيكون صفة كمية مياه كويسة لكن بقى على جم هنا بقى التنوة طمهاء الطاحة وحطها في الكبة حقولكو استخدمت بهارات إيه دلوقتي البهارات عبارة عن ملح وشطة وكاري وكركم وكسبرة نشفة ورشة فلفل أصمر كل البهارات معلقة كبيرة ورشة فلفل أصمر صغيرة يعني ربع معلقة صغيرة ما بحبش أكتر منه وكمان معلقة صغيرة من التوم المهروس دي البهارات اللي استخدمتها ما استخدمتش غيرها ما بحبش أضيف أكتر من كده دلوقتي بقى أنا بقطع الطماطم وقطعت كمان الفلفل زي ما قدركوا الفلفل على حسب الرغبة واللي مش بيحبه أصلا بلاش خالص يعني ممكن تستغنوا عنه بس هو بجد بيضيف طعم وريحة تحفة للفراخ المشوية حطت بقى الفلفل في الكبة والطماطم وهحط كمان كل البهارات تنسوش بقى المعلقة الصغيرة بتاعت التوم دي برضو بتعلي التست جدا هحط كمان معلقة خل أنا باستخدم الفراخ المشوية خل ومش بحط لمون هو أنتو يا أم تستخدموا خل يا أم لمون وحطت كمان معلقة مستردة كبيرة طبعا بتعزز الطعم جدا جدا لو مش عندكوا استغنوا عنها خالص هنا بقى هفروا كل المكونات دي مع بعضها كده كويس جدا يعني فارما حلوة كده عشان ما يبقاش فيه كلكيع على الفراخ وكمان تتبه للفراخ كويس شايفين كله كده تفرم مع بعضه دلوقتي بقى هجيب مية البصل وزي ما انتو شايفين البصل نزل كمية مية كبيرة جدا عشان حطينا طبعا ملح فالمية كلها نزلت الملح بيطرد المية هستخدم بقى المية وحطها على التدبيلة دي وفي المرحلة دي المفروض اني احنا بندوق علشان نزبط الملح نشوف الملح بتاعها حلوة انا حط معلقة كبيرة مليانة هرم كده من الملح علشان هتب الفرختين انت طبعا لو عاملة فرخة واحدة فبتحطي كميات اقل من كده هنا بقى الفراخ بتاعتي غسليها كويس جدا ونقعها في ملح وخل ولمون وبعد ما اقعتها غسلتها برضو كويس جدا وسبتها على مصفة زي ما انتو شايفين كده لغاية متتصفة طبعا فتحاها من ظهرها بس دلوقتي هتدبلها بقى بالتدبيلة دي كلها وهدعكها كويس جدا زي ما انتو شايفين انا بحب بقى اني احطي التدبيلة تحت الجلد كده وفي كل حتة علشان ملاقيش وانا باكل حتة تكون عدمة او ما فيهاش مثلا من التدبيلة حاجة شايفين بشيل الجلد خالص وبحطي التدبيلة جواه الخطوة دي مهمة جدا علشان تديكي احلى طعم لاحلى فراخمة شوية ممكن تكلوها بنغس كده نغس صغيرة بالسكينة زي ما انتو شايفين وبشرح السدر كده علشان برضو احط فيه التدبيلة واتأكد اني مفيش مفيش مكان موصلوش التدبيلة وخصوصا اني انا اصلا مش هسيبها تتنقع فترة ولا حاجة انا بحطها في الفرن على طول وعلشان عملت كده يعني وانت بتاكلوها بتلاقوا اني ملحاها حلو متدبيلة كويس وكل حتة شربت تدبيلة كويس علشان احنا فتحناها وكمان حجم الفراخ ما بيكونش كبير يعني الفراختين دول مع بعض هما تلاتة كيلو وربع يعني الفراخة اقل من اتنين كيلو حاولوا ان انتو لو هاتشوا فراخ ما تجيبوهاش اكبر من كده يعني ما تجيبوش فراخة مثلا اتنين كيلو ونص او الكلام ده لا خالص اقل من اتنين كيلو يبقى تمام جدا تابلت بقى الفراخ كويس جدا كده جبت الصاج وفرش فيه بصل حلقاته طماطم وففل علشان طبعا الفراخ ما تلزقش مني خالص وتابلت بقى الفراخ كويس كده وبعدين هغطيها طبعا في الوقت ده انا مسخانة الفرن على درجة حرارة عالية جدا بقاله دلوقتي عشر دقايق علشان يسخن كويس جدا وبعدين بحط الفراخ حوالها لكو دلوقتي جوا الفرن بحطها في الرف اللي هو قريب من النار يعني اول رف تحت كده في الفرن حنحط الصينية بتاعة الفراخ فيه وحنسيب الفراخ على نار عالية لمدة نص ساعة من تغطيها بورق فويل علشان تغلي كده مع بعضها وتستيقوا معنا بسرعة يعني حاولوا ان انتم متسبوهاش كده لو سبتها مكشوفة فبتاخد نص ساعة زيادة من نص ساعة لساعة زيادة فانا اول نص ساعة بسيبها كده متغطيها على نار عالية وبعدين بعد نص ساعة بروح مع الرياها مع الريا الورق ده كشفها عن الصينية خالص وهسيبها بقى تستيوي كمان نص ساعة ما بتاخدش معايا اكتر من ساعة في الفرن ممكن كمان لو الفرن بتاعتكو ضعيفة فممكن تاخد معاكم ساعة وربع مش اكتر من كده هي قعدت معايا ساعة واحدة بس نص ساعة نار عالية ونص التاني على النار هادية والورقة بتاعة الالمونيوم متشالة وبس كده واسيبها بقى تستيوي وهوريها لكو بعد نص ساعة دلوقتي هنا بقى خدت تفل البصل اللي قلتلكو عليه وشوحته كده على النار مع شوية كزبارة ناشفة ورشة فلفل قصمر وكمان معلاقة توم وبشوح كل الكلام ده مع بعضه واول كده ما شم الريحة ويتشوح والبصل يصفر شوية بكون طبعا عصر طماطم ده كيلو من الطماطم طبعا طماطم تكون حمره يستحسن تكون حمره وحلوه كده عشان تحمر الرز ويتخلي طعمه حلو هنا بقى بقى بوركو الفراخ بعد نص ساعة انا بقى عمل الرز بقى دلوقتي فحبيت ان انا بوركو الفراخ بعد نص ساعة شايفين انا كده شلت ورقة الفويل وحسيبها بقى مع نفسها كمان نص ساعة هتكون الميا اللي حواليها دي هي شربتها تاني واتبخر منها برضو جزء وحيكون لنا حلوة او من غير ما نفتح اصلا الشواية خالص هنا بقى بسيب الطماطم تتسبك وحطيت كمان شطة عليها وحطيت رشة من الكزبرة مش بحب بحط طفل في الاصمر كتير في الاكل فانا حطيت كزبرة بس وحطيت كمان كمون الكمون مع الفلفل ده مع قصدي مع الرز بيبقى طعمه حلوة قوي وكمان بيدي لريحة حلوة قوي فانتوا جربوه برضو مع الرز الاحمر ده بقى لبقى كده كويس طبعا انا حطيت شوية من الصلصة انت لو عندكم شربة فراخ ممكن برضو تستخدموها بس هو اصلا حتى من غير شربة الرز ده بيبقى حلو جدا يعني مش بيحتاج اصلا شربة وطبعا حطيت الملح وزبطت الملح بتاعه وبعد كده بعد ما بتشرب شوية بغطي الحلة وبسيبه كده على راحته على هداوة لمدة نص ساعة بيكون فلفل وزي السكر يلا بقى بينا نشوف الفراخ بتاعتنا بعد ما عدى كمان عليها نص ساعة كمان من بعد ما احنا شلنا ورقة الفويل وشايفين لونها الحلو ده انا من غير ما ولع شوية من غير اي حاجة خالص شايفين لونها بقى حلو ازاي ده طبعا من التدبيرة وعلشان كمان طريقة التسوية مزبوطة الناس اللي هي بتقول انا مش عارفة ازاي الفرخة كلها بتبقى لونها حلو كده ولون موحد دي الطريقة المزبوطة لشاوية الفراخ فانتوا جربوها وخصوصا البنات اللي هي سانا قولها مطبخ يعني بيهيبين حكاية الشاوية او كده او بيكونوا خايفين ان الفراخ ما تستويش زي ما انتوا شايفين الدبوسة في ايديا كده بتدوب دوبان عاملة زي الزبدة مستوية على اخر وطرية جدا جدا وهنا بقى الرز بتاعنا الحلو شايفين شكله حلو ازاي ومفلفل طبعا وجميل جربو بقى الطريقة دي بجد طعمه طحفة يعني مفيش احلى من كده والفراخ المشوية مع الرز الاحمر احلى بكتير من وهي مع اي رز تاني فانتوا جربو بقى الاثنين دول مع بعض وبجد يعني هتبقى اكلة طحفة وخصوصا كمان لو عملتوها في عزومة هتشرفكم بجد قدام دوركم شايفين الفراخ شكلها حلو ازاي شايفين لونها طبعا موحد وجميلة جدا مش هنحتاج بقى جنب الاكلة دي غير صلطة وشوية مخلل وخلاص على كده مش محتاجة اي حاجة تاني خالص فيه ناس بتحب ده كلها معلاش ممكن نعيش وطحينة برضو وصلطة يبقى تمام وفل قوي ما تنسوش بقى انتوا تحطوا لايك للفيديو ده وتشاركوا في القناة وتستنوا ان شاء الله بكرة الوصفة الجاية ودمتم في حفظ الله موسيقى